بالتأكيد حلقة مهمة جداً لأننا نستعرض فيها أبرز المنشتات بالتأكيد الصحف والمواقع الإلكترونية اهتمت بها خلال الساعات القليلة الماضية عقب فوز النادي الأهلي على حرس الحدود بهدف مقابل لا شيء ضمن مباريات الجولة السامنة للدور العام مباراة كانت قوية جداً مباراة كانت فيها تفاصيل فنية كثيرة جداً ومباراة افتقدنا أننا نتابع فيها متعة كرة القدم بالتأكيد عن تابع في حلقة كلام في الميديا الصحف اهتمت بإيه؟ هل التقارير الفنية؟ الرؤية الفنية لكل الفريقين؟ نتيجة المباراة ردود الأفعال من الجهاز الفني لنادي الأهلي بقيادة ريني فيلر الجهاز الفني بقيادة كابتن طريع العشري المدير الفني لحرس الحدود تفاصيل كثيرة جداً بالتأكيد فيها هذه الحلقة لكن مهم جداً أبدأ بالحديث عن مباراة الأهلي وحرس الحدود قبل ما اتطرق لعنوين حلقة النهاردة مباراة الأهلي والحرس يبدو أنها ستكون البداية بالنسبة للمرحلة القادمة من عمر مباراة الدور العام هو الطريق الأسهل والأمثل لأي فريق قد يواجه النادي الأهلي بهذا الشكل الدفاعي في المباراة القادمة كل فريق حسب إمكانياته وحسب ظروفه بالتأكيد له مطلق الحرية في طريق اللعب والأداء الفني أمام فريق النادي الأهلي لكن متعد كرة القدم في حد ذاتها بالتأكيد عن افتقدها إذا كانت المباراة بنفس الشكل وبنفس الأداء النادي الأهلي بالأمس بالتأكيد واجه صعبات كبيرة جداً في اختراق ودفاعات حرس الحدود في مباراة الأمس وتزديدة السلية بالتأكيد كان لها مفعول السحر في إنهاء المباراة وإحراز الأهلي للثلاث نقاط مهمة جداً في مشوار الفريق في الدوري وتحقيق ست انتصارات متدالية في بداية الدوري العام ريني فيلر بالأمس كانت تجربة جديدة بالنسبة له لأنه بالتأكيد في الدوريات الأوروبية أو في القرى العالمية صعب قوي بتلاقي فرقة بتلعب بـ 3-6-1 أو بعشر لاعبين تحت القرى أمام منطقة الجزاء فبالتالي تجربة جديدة أمام ريني فيلر قدر من خلالها أنه يطبق طرق لعب جديدة يحرك أطراف اللعب بالنسبة للنادي الأهلي يفكر في أكتر من حل لاختراق دفاعات حرس الحدود هدف عمر السلية بالأمس الميزة مش في الهدف وفي الثلاث نقاط وتسديد السلية لا عمر السلية بالأمس كان على أعتاب الخروج من قائمة المباراة وعدم المشاركة في مباراة حرس الحدود وتعرض نازلة بردي شديدة جدا لدرجة أنه أثرت عليه ودرجة حرارته كانت عالية جدا صباح يوم المباراة وريني فيلر تحدث معه على مدار اليوم أكثر من مرة وقبل إعلان التشكيل الأساسية في محاضرة المباراة للاتمينان على اللاعب وأيضا كمان لمعرفة الموقف النهائي إذا كان السلية لن يلعب المباراة وسيكون هناك بديل مناسب في هذه المباراة لكن النقطة الإجابية اللي عايز أأكد عليها بقى الروح المعنوية العالية جدا والإصرار لدى اللاعبين حتى لو كان عندك نازلة برد أو لو عندك إصابة خفيفة لأ عايز تلعب وعايز تشارك وعايز تحقق الهدف المرجو منك وإنك تسعي الجمهوري نادي الأهلي التفاصيل الصغيرة دي بقى هي لهاية بتجيب بطولات لعيب درجة حرارته عالية بتوصل لتبانية وثلاثة 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 درجة مقوية والجهاز الطبي بيتعامل معها بشكل تحفظي إلى أن يكون جاهز في مباراة ليلة أمس مع حرص الحدود وبالتالي الحمد لله عامر السلية عمل مباراة كبيرة جدا والهدف ده تكليل لفكرة أنه هو كالحريص أن يكون مع الفريق نتيجة بالتأكيد لقص الصفوف والغيابات اللي بالتأكيد مؤثرة بشكل كبير جدا على منطقة خط الوسط في النادي الأهلي غياب كريم ندفد غياب حمدي فتحي كل دي بالتأكيد إصابات وحاجات بتبعد عدد من العناص الأساسية في وسط الملعب أليزون كمان مش بدء بالتشكيل الأساسية بخلاف كل ده بقى كمان مش الهدف وبس وتكليل مجهوده بالهدف وبس لعامر السلية بيواصل تقلقه وظهوره بشكل متميز مع النادي الآلي خلال السنوات الأخيرة مباراة الأمس كانت مباراة مبيزة جدا لعامر السلية تحرك دفاعي انطلاقات هجومية لدرجة ان عامر السلية في فترات الأخيرة بيكمل بشكل رائع جدا في منطقة جزاء المنافسين وبيصل حتى للسكس يارضا ومباراة توادي دجلة مش بعيدة اللي عمل الباص لأحمد الشيخ كان عامر السلية أيضا فبالتالي هي جزئيات صغيرة لكن المهم نركز عليها عشان في النهاية لما بتفوز ببطولة لازم وانت بتعدي عبر كل هذه المراحل تبين معدن لاعبي النادي الآهلي وازاي اللاعب لما بيكون جوه النادي الآهلي بيبان هنا بقى روح للفنال الحمرة وازاي بيكون لواحد حريص على نجاح المنظومة ونجاح فريق قرة القضا مش اخص عامر السلية بالأمس فقط لا كمان احمد فتحي الجوكر ظاهير ايمن مساك باكليفت كل الاماكن اللي ممكن تحتاجوا فيها موجود وجاهز في اي وقت ولياقة بدنية ومجهود بدني كبير جدا انجل بيدل على قيمة لاعب كبير عارف دوره ككابتن في فريق النادي الآهلي وخبرات كبيرة جدا وبتلعب مع النادي الآهلي حتى الرمك الاخير وحتى السعون الاخيرة من اجل احراز السلاس نقاط ومن اجل الاستمرار في صدارة الدوري العام